تدريجياً بدأت تعود الحياة إلى تركيا بعد يومين على الانقلاب الفاشل الذي استهدفها وعلى وقع الاجراءات الأمنية الاستثنائية التي تتولها وحدات الشرطة التركية أصدرت القيادة العامة للجيش التركي بيانها الأول بعد الأحداث الأخيرة أعلنت فيه انتهاء محاولة الانقلاب العسكري بالكامل مؤكدة أنها لن تتلقى أوامر سوى من الحكومة الشرعية في البلاد كما أكد البيان أن الجيش رهن إشارة الدولة والشعب الذي لعب الدور الأكبر في إحباط محاولة الانقلاب الرئيس التركي رجب طي بردوغان الذي تقدم كبار المسؤولين الأتراك وألاف المواطنين في مراسم تشيع عدد من ضحايا محاولة الانقلاب ضع أنصاره للبقاء في الساحات العامة مؤكداً أن وزارتي العدل والخارجية سترسلان طلباً للولايات المتحدة والحكومات الغربية من أجل ترحيل مناصري فتحالا جولان إلى تركيا خطوة منظمة فتحالا جولان الإرهابية وجدت ردة مناسبة من قبل الشعب التركي وهذه المنظمة تتساقط وتتهاور ويداً واعتقلنا آلافاً من أعضائها الإرادة الوطنية أخمدت محاولة الانقلاب والقضاء على هذا الفيروس في كل مؤسسات الدولة سيستمر من جانبه رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم الذي تفقد مقر تليفزيون تي ار تي الذي احتله الانقلابيون لفترة وجيزة قال إن البلاد مرت بامتحان صعب جداً ولن تتقعس وأن الانقلابيين سينلون جزاءهم العادل داعياً الشعب التركي لعدم الإصغاء إلى الحملات الدعائية المناهضة للحكومة وإلى التمييز بين المؤسسة العسكرية الشريفة والخوان الإرهابيين هذا وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في محاولة الانقلاب حيث اعتقلت السلطات حتى الآن ستة آلاف شخص بينهم قائد القوات الجوية التركية السابق وقائد قاعدة إنجرليك الجوية حيث تتمركز القوات الأمريكية ومن بين الموقفين أيضاً الأمين العام لوزارة الدفاع ومستشار إردوغان للشؤون العسكرية علي يازجي ترجمة نانسي قنقر